أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صدق الله العلي العظيم هذه الآيات المباركة من سورة يونس عليه السلام تشرح القلب عندما يقرأها الإنسان بتدبر وتمعن الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن يثير دفائن العقول كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة يثير القرآن دفائن العقول أكو أشياء مدفونة في العقول في الفطرة البشرية يأتي عليها الغبار ركام من الغبار ركام من الوسخ هذا الركام من الغبار ينسيه كثيرا من الأشياء القرآن يثيرها مرة أخرى مثل جواهر موجودة في تحت الأرض يجي واحد متخصص يثيرها يستخرجها وإلا هذه الجواهر ممكن سنوات ملايين السنوات موجودة تحت الأرض من يستخرجها العارف بها الذي يعرف ما هذه الكنوز الموجودة تحت الأرض عقولنا نفس الشيء فطرتنا نفس الشيء موجودة فيها دفائن دفائن جفعن دفينة دفينة يعني مدفونة كأن واحد دافنها هناك يجي يثيرها عندما يثيرها العقل يتفاعل ثم يقبل ثم يطيع ثم يركع ويسجد لله القخار هذه الآيات المباركة إذا واحد يقراها بشكل دقيق قل يا رسول الله أنت عندما تبحث مع المشركين وتجادلهم قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض عادة الرزق الذي يأتي إلينا إما أن يأتي من السماء يعني المطر قوة الشمس أشعة الشمس إذا ما كانت النبات ما كان ينمو الأشجار ما كانت تثمر وبقية الأمور التي نعرفها يمكن التي يدرسون أوضاع السماء والنجوم وتأثيراتها حتى القمر له تأثير على الأرض نور القمر ضياء الشمس هذه كلها إله دخل في النعم الموجودة لأجل الإنسان الرزق أكلنا شربنا رزقنا النعم الموجودة التي نتنعم بها من وين جاي من السماء يعني المطر أشعة الشمس بقية الأمور في الكواكب يمكن تأثير إلها ومن الأرض الأرض إذا ما به هذه القدرات الموجودة في التربة الحبة من قبل الزارع تبذر في الأرض أشعة الشمس تعطيها قوة الماء الذي يجتي من المطر يعطيها ارتواء يكفي لا هي الأرض فيها طاقات نحن قاريها في المدارس بس ناسيها الأرض التربة فيها طاقات هذه الطاقات تعطي قوة للنبات حتى ينمو للأشجار حتى تثمر العروق التي تنغمس في الأرض تأخذ قوة من الأرض ولذلك تشوفون الفلاحين تسألهم هاي الأرض صالحة أو لا يعرفون يقول هاي الأرض مو صالحة للزراعة الأرض الفلانية صالحة للزراعة ليش لأنه كل تربة فيها طاقات من جعل فيها هذه الطاقات الله سبحانه وتعالى يا رسول الله قل لهم قل من يرزقكم هذا الرزق الذي تتنعمون به من أنواع الثمار أنواع الخضروات الحنطة الشعير الزبيب الأشجار كلها من وين من السماء والأرض خب هذه وحدة ثانيا أمن يملك السمعة والأبصار إسا الإنسان ولد ونمى وكبر يحتاج إلى حواس هذه الحواس من مطيب خمس حواس المعروفة يعني السامعة والباصرة واللامسة والذائقة والخامس والشام أحسنتم الحاستان المهمتان أشار إليهما القرآن السمع والبصر بالبصر يكتشف الكثير من الأمور الإنسان وبالسمع يستطيع أن يسمع كثيرا من الأمور للتعلم في المدرسة في الجامعة في الحوزة لو لا السمع ما كان ينمو الإنسان أم من يملك السمع والأبصار يملك يعني شنو أساسا إحنا نفكر هذه إلنا نحن نملكها إذا نفكر لحظة واحدة أنه من أعطانا هذا هذه الحواس معنى ذلك أنه إحنا ممالكين حقيقة المالك الحقيقي هو الله بدليل بدليل أنه قبل فترة أنا رحت سويت عملية جراحية لعيني الطبيب قال لي أنه إذا متسوي عملية جراحية هذه قبل الشهر تقريبا أقل وإلى الآن مبتلى به إذا متسوي عملية جراحية تصير ماء أسود معنى ذلك هذا ليس ملكا لي هذا يملكه الله سبحانه وتعالى أعطى هذه النعمة لي ولك حتى نستفيد في أمورنا ولولا هذا البصر ما كنت أقرأ ما كنت أمشي ما كنت أقدر أمشي أروح أجي أقرأ وأنتم كذلك أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحية من الميت ثلاث أشياء أولا من يرزقكم من السماء والأرض الرزق بيد الله في مناطق منجب أسمائها الآن تقريبا عشر سنوات في منطقة من مناطق بعض البلاد جفاف صاير جفاف الزرع مينمو المطر ميجي من السماء والأرض النعمة الثانية من يملك السمع والأبصار الثالث من يخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الحية شنو هذه يخرج الحية من الميت إحنا أحياء النباتات لها حياة هذه النباتات وإحنا والحيوانات من أين أتينا من الميت شلون من الميت يعني من الأرض الأرض ما به شعور ما به إحساس أكلنا الثمار آباؤنا وأمهاتنا أكلوا الثمار أكلوا الأرزاق من الأرض الميتة وصارت نطف وإحنا ولدنا من هذه النطف يخرج الحية من الميت في المقابل ويخرج الميت من الحي الميت الذي لم يكن موجود من الحي يخرجه الولد الذي لم يكن شيئا مذكورا يخرجه من أمه من أبيه النباتات التي لم تكن يخرجها من الحي تفسير آخر أكل لهذه الآية أنه كثير من الناس كانوا كفار ولكن أولادهم صاروا طاهرين متقين يخرج الحية من الميت وبالعكس موجود نوح سلام الله عليه نبي عظيم من أنبياء الله من أولي العزم ابنه طلع مو خوش آدمي أخرج الميت من الحي هذا من تفسير آخر بس عموما التفسير الأول كأنه أوقع للنفس الرزق من السماء والأرض يملك السماء والأبصار يخرج الحية من الميت والميت من الحي ومن يدبر الأمر هذه كلمة عظيمة جملة عظيمة يجب أن نلتفت إليها هذا الخلق الكائن العجيب العظيم بسمائه وأرضه وسماواته ومجراته وأفلاكه ونجومه من يدبرها من يسيرها يعني واحد إذا شوية يتفكر مع نفسه يفكر مع نفسه لابد أن يصل إلى أن هناك قوة حكيمة مدبرة تدبر هذا الكون تدبر هذه المجرات هذه الأنهار هذه الجبال هذه الثمار الأشجار المياه السماء الأرض من يدبرها تدبير الأمور هذه الربوبية التي دائما نؤكد عليها خب قل لهم يا رسول الله هذه الأمور هذه الأربعة أشياء والأخيرة أهم من كلها من يدبر الأمر يرتب الأمور فسيقولون الله عجيب المشركون يقولون الله نعم المشركون كما قلنا دائما كانوا يجعلون الأصنام ذوات عقول وهي التي تدبر الأمور ولكن بالنتيجة يلصقونها إلى الله سبحانه وتعالى فقل أفلا تتقون ما دام أن كل هذه الأمور بيد الله الرزق من السماء والأرض بيد الله أسماعكم وأبصاركم بيد الله الحي من الميت الميت من الحي تدبير الأمور ربوبية الكون كلها بيد الله أفلا تتقون هذول كانوا تركوا التقوى أيضا يعني كانوا لا يؤمنون بالمعاد ولا يؤمنون بأن الله هو الرب الحكيم الذي يدبر الأمور فكانوا يعملون لكل فسق وفجور فبعدوا عن شنو عن التقوى الله يقول أفلا تتقون ليش يصر عندكم تقوى رأسا يقول فذلكم الله ربكم الحق يعني الذي يعطي الرزق من السماء والأرض والذي يدبر الأمور والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن بيده أسماعنا وأبصارنا وكل وجودنا وكل التدبير منه سبحانه فذلكم الله ربكم الحق هو الله يعني مربوب يعني معبود ورب شفو الله ربكم يقول نفس الشيء لا الربوبية التأكيد على الربوبية الحق الحق إما هذا الموضوع حق أو باطل أكو في الملاحظة هناك كثير من التقافات الباطلة التي يروجون لها هذه الأيام يقولون الحق نسبي والباطل نسبي ما أنتوا قارئين عن هذه الأمور أم لا كتب تكتب الآن وأساسها من الغرب أن جاي يعني شنو الحق نسبي يعني يمكن أنت على حق وأنا على حق يمكن وجود الله حق وعدمه حق تشويه للفكرة هذه الله سبحانه وتعالى يقول حق شيء واحد وغيره باطل إحنا عندما نرجع إلى عقولنا نشوف أنه هذا الكلام صحيح يعني إذا واحد مختلف مع شريكة على تجارة إما هو على حق وإما شريكه على حق ميصر نقول هم المدعي على حق وهم المدعى عليه على حق ميصر فلا يمكن أن يكون الحق نسبيا هم هذا حق هم هذا حق هم هذا باطل هم هذا باطل ميصر هذا إذا صار نزاع فكري حسب تعبير إيديولوجي ثقافي ديني عقائدي إما هذا على حق وإما هذا على حق الله يقول فذلكم الله ربكم الحق بعد فماذا بعد الحق إلا الظلام ما يصير حق نسبي بعد الحق شنو يجي إذاك ضلال بعد فأنا تصرفون ليش تصرفون آراءكم ووجوهكم وعقولكم عن هذا الشيء يعني الله بهذه الآيات القرآنية التي كانت تنزل على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله كان يثير دفائن العقول التي تراكمت الذنوب عليها ليش تصرف نفسك ليش مت تنتبه إلى هذه الحق فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون هذه الآية به رائحة الجبر وإحنا قائما قلنا ونقول ونكرر نقول أنه نحن لا نعتقد بالجبر نحن المسلمون جميعا إلا من شذ وندر من بعض الطوائف الإسلامية وبعض الفلاسفة والعرفاء هؤذاء يعتقدون أننا مجبورين ونحن نشوف أنه عندما نراجع إلى أنفسنا بدون الاستدلال إلى الآيات القرآنية ومن دول الاستدلال إلى العقول أيضا نشوف نحن مو مجبورين نحن مخيرين كل واحد يقدر ينام أو يستيقق أقل ينام أو أكثر ينام كثير يأكل أو قليل يأكل يسافر أو لا يسافر يتزوج أو لا يتزوج اللهم زوج العزاق فبالنتيجة الإنسان عندما يراجع إلى نفسه يشوف أنه مخير طيب هاي الآية شو تقول يقول كذلك حقت كلمة ربك يعني قضاء ربك حقت على الذين فسقوا على الذين تمردوا فسقوا ارتكبوا المعاصي أنهم لا يؤمنون يعني شنو يعني هذا جبر يعني لا شوفوا الإنسان بطبيعته إذا تراكمت الذنوب على يديه وعلى رجليه وعلى تصرفاته تصبح له ملكة الأصيان ملكة الأصيان طبيعيا لا يؤمن مو أنه حقت كلمة ربك يعني احنا أجبرناهم أنهم لا يؤمنون هذا غلط ترها أقرأ الآية مرة أخرى كذلك يعني أن تصرفون متقبلون كلام النبي لا تقبلون آيات القرآن ليش متقبلون كذلك حقت كلمة ربك الله جعلكم هكذا مو بالإجبار بأعمالكم حقت كلمة ربك على الذين فسقوا هاي كلمة على الذين فسقوا أفضل دليل أنه مجابر يعني هما فسقوا فحقت كلمة أنت تغير العبارة لأنهم فسقوا حقت كلمة ربك عليهم أنهم لا يؤمنون إذا تغير العبارة الأمور تصير واضحة مثل ما مثلا واحد معلم في الصف في المدرسة يقول للتلاميذ أو لتلميذ من التلاميذ ترى إذا أنت ما درست وما حفظت الدروس ترسب في الامتحان أنا أطيك علامة رسوب والسقوط في الامتحان هل المعلم هو الذي أجبره أجبر التلميذ أم التلميذ لم يدرس لحاله جواب شنو التلميذ وظيفة المدرس شنو وظيفة المعلم أن يأتي إلى الصف وبطريقة صحيحة يعلم الدروس الحصص على الطلاب ويقول لهم حق علي حقت كلمة ربك غيرها إلى المعلم حق علي أن أجعلك راسب في الامتحانات يهدد بشنو لأنك لم تدرس التفتوا إلى الآية كذلك حقت كلمة ربك يعني قضاء من الله سبحانه وتعالى على من على الذين فسقوا يعني لأنهم فسقوا حقت كلمة ربك عليهم أنهم لا يؤمنون يا رسول الله هؤلاء هؤلاء الذين عاندوا ووقفوا في وجهك في البعثة النبوية هذولا لا يؤمنون وهذا الدليل على أنه كثير من الذين آمنوا بعديا آمنوا لأجل المصلحة أنهم لا يؤمنون عاندوا كابروا ليش كابروا لماذا عاندوا لأنهم فسقوا هذا إلنا أيضا درس بس إحنا نقول الخطاب للمشركين أما إلنا شنو إحنا المؤمنين شنو إحنا المسلمين إخواني الذنوب إذا تراكمت تصير غشاوة على القلب حالة التوبة لا تأتي للإنسان حالة الاستغفار لا تأتي للإنسان فالطريق شنو الحل شنو الحل هو تعليم القرآن وتعليم الأنبياء وتعليم الأئمة عليهم السلام إلينا أن تكون دائما الاستغفار هذا هواي مهم يعني اليوم إحنا خلصنا رحنا للبيت قبل النوم لحظات من المحاسبة للنفس والاستغفار يعني أنا في هذا اليوم ارتكب معصية يا ربي أستغفرك يا رب بيني وبينك بينك وبين الله استغفار بكرة أطلع الصبح شنو يصير يصير طاهر بعد لأن بعد الاستغفار الله يتوب علي لأنه كريم أرحم الراحمين يوم يوم جديد يصير يوم جديد يصير أما إذا تراكمت الذنوب وما استغفرت وما ندمت يبقى يبقى الذنب على ذنب ذنب على ذنب يصير فسق الفسق إذا إجاب بعد توبة متصير نستجيره بالله هذا التعليم يروح للطبيب يداوي نفسه حتى يصير صحيح من العلة التي فيه بعد ذلك أيضا ينبههم القرآن هل من شركائكم من أول شي كان السامع والبصر والرزق من السماء والأرض وتدبير الأمور يجي الآن على المعاد لأن المشكلة عند المشركين كانت مشكلة المعاد أيضا قل يا رسول الله قل لهم هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده بداية الخلق ممن من الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء فخلق الله السماوات والأرض والخلق وإلى آخره مشكل فبدأ الخلق هو ويعيده هو يعني المعاد إليه قل هل من شركائكم من أصنامكم من الفراعن الذين تعبدونهم لأن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى وبعض الناس كانوا يعبدونه الأصنام التي تعبدونها اليوم نحن من نعبد الأصنام نعبد أهوائنا ورغباتنا هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون ما دام أن الخلق بدايته من الله ونهايته إلى الله فليجب أن الله هو ليكون المعبود الحقيقي للإنسان مو الأصنام هذه الآيات المباركة في سورة يونس المكية كانت تلقى من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تثير العقول بعض العقول كانت تتفاعل مثل أبي ذر مثلا مثل بلال مثل عمار مثل بقية الأصحاب المنتجبين وبعضهم لا ليش لا لأن الفزق كان متراكم حالة التوبة والاستغفار والانتباه ما كانت تأتي إليهم إحنا في حياتنا أيضا نفس الحالة إحنا إذا نريد أن نتطهر ونقترب إلى الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نكون دائما ندم دائما الاستغفار دائما التوبة هذه صيد تطهير للقلب الذنوب لا تتراكم فنقدر ذنب ذنبها نخلص منها أما إذا صارت ألف ذنب آلاف الذنوب والعصيان بعد ما يصير الأوساخ عندما تتراكم تطهيرها صعب بعد أما الموعظة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم هذه معروفة بعض الرواية تم أكو على كل مسلم ومسلمة الآن في هذا الحديث على كل مسلم مسلم يشمل الذكر والأنثى طبعا طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني الآن أنتم قاعدين هنا تطلبون العلم تفسير القرآن آيات الله في القرآن تطلبونها هذه فريضة عليكم فاطلبوا العلم أنا أريد أطلب العلم منين أطلب العلم هاي المشكلة كل واحد يقول العلم زين وين أروح أروح عند الملحدين أطلب العلم عند الكفار عند الظالمين الذين يريدون أن يشوهوا سمعة البشرية كلها وتشوفون شونه يسوون فاطلبوا العلم من مظانه مظان جمعوا المظنة يعني مكان اللي بيعلم حقيقي طبعا الآن يشرح النبي بعدين فاطلبوا العلم من مظانه واقتبسوه من أهله إذا هو جاهل شلون يريد يعلمني ما يقدر يعلمني فلازم يكون أهل للعلم حتى أقتبس منه شوفوا ثواب التعلم شنو فإن تعليمه حسن وطلبه عباده إذا أنا أستاهل أنه أسمي نفسي معلم إذا أستاهل أند الآن حسن أنت تزداد إلي أنتو شلون طلبه عباده جلوسكم في هذا المكان عباده الآن نحن نفكر أن العبادة أن يأخذ الإنسان السبحة ويقول سبحان الله سبحانه هذا مزيد أو يصلي بالليل والنهار ميت ركعة هذا مزيد أفضل منه طلب العلم عباده والمذاكرة به أنا أتذكر وأنت تتذكر يسمون مباحثة مذاكرة تسبيح يعني بدل أن تقول سبحان الله سوي مذاكرة بالعلم هذا تسبيح كأنه يكتب لك ثواب التسبيح والعمل به جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى لأنه هذا العلم شنو هو لأنه معالم الحلال والحرام أهم علم في الدنيا أنا ما أريد أنكر فضيلة علم الطب والهندسة والجيولوجيا والبيولوجيا والشنو كل هذا صحيح وله منافع ولكن اللي يهمني في حياتي وآخرتي الحلال والحرام ما هو الحلال ما هو الحرام ومنار سبيل الجنة إذا أريد أسير إلى الجنة هذا طريقه والمؤنس في الوحشة كثيرون يقولون احنا من نجري بالبيت شن سوي افتع الكتاب اقرأ أفضل أنيس للإنسان هو الكتاب الكتاب الديني يعني والصاحب في الغربة والوحدة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء بالعلم يتمكن الإنسان أن يفهم ما هو السراء وما هو الضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء هذا تشجيع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعقد جلسات العلم للحلال والحرام والدين والعقائد والمعارف الدينية اللهم اجعلنا من العلماء العاملين وأحسن عاقبتنا يا رب العالمين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الهدوة ترجمة نانسي قنقر